إذا صلت ضوء لونه أخضر على مرآة فإنه ينعكس أو يتشتت كضوء أخضر وهذا أمر طبيعي جدا حيث لا يحدث أي تغير في لون الضوء بفعل إنعكاس أو تشتت الضوء عن المرآة ولكن في العام 1922 اكتشف الفيزيائي آرثر كومتون أن أشعة إكس المتشتتة عن سطح مادة يكون لها طول موجي أطول من أشعة إكس الساقطة وكأن الضوء الأخضر ينعكس كضوء أحمر اعتقد كومتون أن سبب هذا التغير في الطول الموجي يعود إلى ظاهرة دوبلر ولكن لم يكن هذا صحيحا لقد أجرى الكثير من العلماء ومن ضمنهم العالم كومتون العديد من التجارب على تشتت أشعة إكس لمعرفة سبب الزيادة في الطول الموجي لأشعة إكس المتشتتة ولأن كل نظريات الضوء الكلاسيكية توقعت أن لا يحدث مثل هذا الأمر وأن أشعة إكس المتشتتة يجب أن يكون لها نفس الطول الموجي في هذه الحلقة سوف نركز على ظاهرة كومتون وسنشرح كيف توصل كومتون لتفسير هذا الحدث الذي كان غير متوقعا لتشتت أشعة إكس وكيف غير اكتشافه مفهومنا عن الضوء وكيف ساهم في ترسيخ مبدأ ازدواجية الموجة والجسيم إن هذه الظاهرة ليست مجرد تجربة فيزيائية عابرة بل هي أحد الأدلة القوية التي أثبتت أن الضوء يتصرف جسيم بل كفوتون يمتلك طاقة وزخم أو كمية حركة وفي نهاية الفيديو سوف أحدثكم عن تطبيقات ومخاطر تشتت كومتون وخصوصا في التشخيص الطبي باستخدام أشعة إكس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في عام 1905 في واحدة من أربع أوراق علمية نشرها أينشتاين في ذلك العام ابترح أينشتاين بأن الضوء يسافر في صورة كمات منفصلة من الطاقة والتي أطلق عليها اسم الفوتونات وقد شرحنا هذا الموضوع في حلقة الظاهرة الكهروضوئية والتي فيها يتم تحرير إلكترونات من سطح معدن ما عند تسليط الضوء عليه ولم يكن بالإمكان تفسير ما يحدث من تفاعل بين الضوء والمادة إلا من خلال اعتبار شعاع الضوء عبارة عن سيل من الفوتونات ولكن في الواقع لم يكن هناك إجماع في المجتمع العلمي لمدة 17 عام تقريبا على تقبل فرضية أينشتاين وأن الضوء يمكن أن يسلك سلوك الجسلمات ولا نلومهم على ذلك لأن الأدلة كانت قوية بأن الضوء له طبيعة موجية وخصوصا أن النظرية الكهروماناتسية لماكسويل بيّنت بوضوح أن الضوء هو انتشار لموجة كهربية ومعناطسية وبالرغم من أن ثورة ميكانيكا الكام منطلقت بعد تفسير بلانك لإشعاع الجسم الأسود وتلاها فرضية أينشتاين للظاهر الكهرودوية وقيام روبرت ميليكن بالتحقق عمليا من معادلة أينشتاين للظاهر الكهرودوية إلا أن العلماء لم يعتبروا ذلك كافيا وكان مطلبهم هو إثبات أن الضوء يتصرق الجسيم وهنا يأتي دور آرثر كومتون في توفير الدليل الأكيد على الطبيعة الجسيمية للضوء حيث أنه بعد حصوله على الدكتوراه عام 1916 أبدأ اهتماما كبيرا بدراسة أشعة X خاصة في استخدامها لدراسة ترتيب الإلكترونات والذرات في البلورات ومن ضمن الدراسات التي قام بها كومتون على أشعة X هو قيامه بتجربة لتشتت أشعة X حيث وجد أنه إذا وجه أشعة X بطول موج معين على مادة من الجرافي فأنها تتشتت ولكن بطول موج أطول من الطول الموج الأصلي أجرى كومتون سلسلة من التجارب لفحص هذه الظاهرة بشكل أكثر تفصيلا وقدم إطارا نظريا لتفسيرها لجأ كومتون إلى فرضية أينشتاين بأن الضوء عبارة عن فوتونات جسيمية وتحمل طاقة مقدارها H في ميو وهنا اعتبر كومتون أنه يتعامل مع مسألة تصادم بين جسيمين الجسيم الأول هو الضوء بطبيعته الجسيمية المتمثلة في الفوتون والجسيم الثاني هو الإلكترون الحر في المادة بطريقة مشابهة تماما لتصادم كرات البلياردو وتوصل كومتون إلى معادلة هامة لحساب الفرق في الطول الموجي وزاوية التشتت وذلك عن طريق تحقيق مدى الحفاظ على الزخم أي كمية الحركة والحفاظ على الطافة وهذا ما يتم تطبيقه تماما في مسائل التصادم المرين بين الأجسام ولكن قبل أن نخود في تفاصيل المعادلة دعونا نلقي نظرة على التجربة التي قام بها كومتون والنتائز التي حصل عليها التجربة التي أجراها كومتون هنا لدينا أنبوبة أشعة إكس وسنخصص حلقة نشرح فيها كيف تصدر أشعة إكس وعلاقتها بالنظرية الكمية في الحلقة القادمة الأشعة التي تصدر من الأنبوبة هي أشعة بطول موج محدد مقداره 0.709 نانوميتر وتسقط على عينة من مادة الجرافيت وقام برصد الأشعة المتشتتة باستخدام طياف أشعة إكس وهو عبارة عن بلورة من الكالسايت وأنبوب التأيين ووظيفة بلورة الكالسايت هي نفس وظيفة المنشور أو محزوزة الحيول لتحليل الضوء المرئي ولكن لأن أشعة إكس في منطقة الطيف ذو أطوال موجية قصيرة جدا فإننا نحتاج إلى محزوزة حيول ذات شقوق في حدود أجزاء من النانوميتر وهذا لا يمكن أن يتوفر إلا بين مستويات البلورة الطبيعية مثل بلورة الكالسايت وحيود أشعة إكس يخضع إلى قانون يعرف بقانون براغ أما أنبوبة التأيين فهي الكاشف الذي يقوم بحساب شدة أشعة إكس من خلال مردار التأيين الذي تحدثه أشعة إكس في أنبوبة بها غاز بوضع غرفة التأيين عند زوايا معينة وهي زوايا انحراف أو تشتت أشعة إكس يتم قياس شدة أشعة إكس كذل في الطول الموجي عند كل زاوية ثم قام بإجراء التجربة عند زوايا تشتت مختلفة لتحديد العلاقة بين شدة أشعة إكس المتشتتة وكمية الانحراف في الطول الموجي بعيدا عن الطول الموجي الأصلي عند الزاوية الصفر هنا لم يحصل إلا على قمة واحدة والتي تمثل الطول الموجي الأصلي لمدة لكن عند الزاوية 45 درجة ظهرت قمة صغيرة للطول الموجي الأصلي لمدة وكمة أخرى بطول موجي أكبر ولتكن لمدة برايم ثم عند الزاوية 90 درجة حصل على انحراف أكبر أي أن الفرق بين الطول الموجي الأصلي لمدة والطول الموجي المتشتت لمدة برايم يزداد مع زيادة الزاوية ويظهر هذا الانحراف بين لمدة ولمدة برايم بشكل ملحوص عند الزاوية 135 درجة إذن كلما زادت زاوية التشتت زاد الفرق بين الطولين الموجيين للأشعة الساقطة والمتشتتة هذه هي النتائج العملية للتجربة والآن نأتي إلى التفسير الفيزيائي لهذه النتائج إذا كنا نتحدث عن أشعة إكس كإشعاع كهرومانا بيسي بخواصه الموجية وأن طاقته تتدفق بشكل مستمر فمن المتوقع أن يكون الطول الموجي للأشعة المتشتتة لا يتغير عن الطول الموجي للأشعة الساقطة مهما كانت زاوية التشتت ولهذا لم يتوصل العلماء إلى تفسير صحيح لهذه الظاهرة فكر كومتون ماذا لو تعاملنا مع أشعة إكس كجسيمات وليست كأمواج تماما كما فعل أينشتاين عندما حل لغز الظاهرة الكهرودوية فهي كانت أيضا تفاعل بين الضوء والإلكترون مع بعض الاختلافات وحيث أن أشعة إكس هي شكل من أشكال الضوء بمعنى أنه شعاء كهرومراطيسي وينبغي أن يتصرف أيضا ككميات محددة من الطاقة أو فوتونات وهكذا بدأ في وضع نظرية حول هذا التفاعل هنا لدينا فوتون أشعة إكس ساقط على المادة هذا الجسيم من أشعة إكس سيصطدم بإلكترون حر طريقة الاستضام ستحدد الاتجاه الذي سينطلق فيه الإلكترون سينحرف الإلكترون في اتجاه معين وبالمحصلة يكتسب طاقة حركية والنتيجة النهائية يفقد فوتون أشعة إكس جزءا من طاقته التي اكتسبها الإلكترون كطاقة حركة وهذا النقصان في طاقة فوتون أشعة إكس يعني زيادة في طوله الموجي لأن الطاقة تتناسب عكسيا مع الطول الموجي وترضيا مع التردد بحسب العلاقة الموضحة طاقة الفوتون تساوي ثابت بلانك في التردد وتساوي أيضا ثابت بلانك في سرعة الضوء مقصوم على الطول الموجي ماذا عن القمة الأصلية التي تظهر دائما؟ إذا لم يصطدم فوتون أشعة إكس بإلكترون حر بل استضم بإلكترون مرتبط بالذرة فإننا نعتبره كما لو استضم بالنواة أو الذرة ككل فلن يتحرك الإلكترون وبالتالي ستتذبذى بالذرة كلها بنفس الطاقة التي استقبلت بها أشعة إكس ما نحصل عليه في هذه الحالة هو فوتون آخر من أشعة إكس بنفس الطول الموجي وحيث أن عدد الفوتونات التي تسقط على مادة الجرافيت عدد هائل جدا فهناك احتمالية لأن يتعامل فوتون أشعة إكس مع إلكترونات حرة أو مع الذرة ككل إذن بناء على الزاوية نحصل على قمتين قمة دعود إلى أشعة إكس متشتتة عن إلكترون حر في مادة الجرافيت وتخوج أشعة إكس متشتتة بأطوال موجية أطول والقمة الثانية وهي تعود إلى تشتت أشعة إكس عن إلكترونات مقيدة في المادة وبالتالي نعتبرها تشتت كما لو تعاملت أشعة إكس مع الذرة بالكامل المعالجة الرياضية للنتائج وضع كومتون ثلاث فرضيات في الفرضية الأولى افترض أن فوتون أشعة إكس يسقط على ذرة المادة كما في الشكل الموضح وعند الاستضام يتشتت الفوتون بزاوية معينة وينطلق الإلكترون بزاوية أخرى ولنفترض أن زاوية تشتت الفوتون هي فاي وزاوية تشتت الإلكترون ولنعتبرها ثيتا والآن نريد أن نعرف العلاقة بين الطول الموج الأصلي والطول الموج المتشتت والذي سنرمز له بالرمز لمدا برايم وزاوية التشتت فاي لأن كومتون كان مهتما بالفوتون أكثر من الإلكترون هنا تعامل كومتون مع الفوتونات على أنها جسيمات وتمتلك طاقة تساوي ثابت بلانك إتش في التردد ميو وحيث أننا نتعامل مع الفوتون كجسيم فإنه يمتلك زخما أو كمية حركة وهنا استخدم كومتون معادلة الطاقة كما حددها أينشتاين من النظرية النسبية والتي تعطى بالعلاقة الموضحة على الشاشة وقد سبق أن شرحنا هذه المعادلة في حلقة خاصة بعنوان كيف يمكن للفوتون الذي ليس له كتلة أن يمتلك زخما أو كمية حركة وبالتعويض عن كتلة الفوتون بصفر نحصل على أن الطاقة تساوي زخم الفوتون في كمية حركته بي في سرعة الضوء سي إذن الزخم الذي يمتلكه فوتون أشعة إكس يساوي الطاقة إي مقسومة على سرعة الضوء سي ولأن الطاقة تساوي ثابت بلانك إتش في التردد ميو نحصل على أن الزخم يساوي إتش في ميو مقسومة على سرعة الضوء سي وبالتعويض عن التردد بدلالة الطول الموجي نحصل على الزخم بدلالة الطول الموجي والذي يساوي ثابت بلانك إتش مقسوما على الطول الموجي لمضا إذن أي شيء يمتلك طول موجي فإنه يمتلك زخما أيضا حتى لو لم يكن له كتلة وهذه كانت الفرضية الثانية أما الفرضية الثالثة والتي افترضها كومتون هو أن كل من فوتون أشعة إكس والإلكترون يمتلكان طاقة وزخم فإن قانون حفظ الطاقة وقانون حفظ الزخم يجب أن يكون متحققا بمعنى أن الزخم الكلي قبل التصادم يساوي الزخم الكلي بعد التصادم وكذلك الحال بالنسبة للطاقة فإن الطاقة الكلية قبل التصادم تساوي الطاقة الكلية بعد التصادم وبتطبيق هذين القانونين كأنها مسألة تصادم مرن تمكن من إيجاد العلاقة بين فرق الطول الموجي تلتا لامدا والتي تمثل الفرق بين الأطوال الموجية المتشتتة والأطوال الموجية الساقطة لفوتونات شعات إكس مع زاوية التشتت فاي وقد توصل إلى هذه الصيرة الموضحة وهو أن الفرق في الطول الموجي الذي هو ببساطة طول الموجي المتشتت والذي أطلقنا عليه لامدا برايم ناقص الطول الموجي الساقط لامدا يساوي ثابت بلانك إتش مقسوما على كتلة الإلكترون م إي في سرعة الضوء سي مضروبة في واحد ناطس جايب تمام زاوية التشتت فاي وهذه المعادلة تكتب بالصورة الموضحة حيث تم كتابة ثابت بلانك مقسوما على كتلة الإلكترون في سرعة الضوء بالطول الموجي لكمتون والذي نرمز له بالرمز لمدا سي والذي له وحدة الطول 0.024 بوحدة الأنكسفو وهو مقدار الفرق في الطول الموجي عندما تتشتت أشعة إكس بزاوية مقدارها 90 درجة ولاحظ أن هذا المقدار الصغير جدا يصبح أصغر بكثير لو كانت تشتت ناتج عن كتلة الجسم أكبر من كتلة الإلكترون مثل البروتون أو الضركة كل ولهذا لا يمكن رصد أي تبير في الطول الموجي إذا كانت تشتت عن الضركة كل وهذا يفسر وجود قمة بنفس الطول الموجي لأشعة إكس التي تتشتت عن إلكترونات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنواة أو الضركة كل وتمثل هذا التشتت ناتج عن الضرة في القمة الأولى التي لها نفس الطول الموجي الأصلي إن اشتقاق هذه المعادلة موضح في محاضرة لي ضمن مقرر الفيزياء الحديثة وسأضع رابطها في صندوق الوصف لمن يرغى في متابعة الاشتقاق وتطبيق قوانين الحفاظ على الزخم والطاقة هذا يفسر تشتت كومتون أو تأثير كومتون وقد لاحظ كومتون بنفسه مدى تطابق المعالجة الرياضية المؤتمدة على التصادم المرم بين جسيمين مع الأدلة والنتائج العملية لذا تحقق وبشكل حاسم من أنه من خلال التعامل مع أشعة إكس ككمات من الطاقة أي فوتونات تمكن من تفسير تشتت أشعة إكس وتعتبر هذه النتاج التي توصل لها كومتون دليلا واضحا لدعم الفكرة التي تقول أنه في هذه الحالة الضوء يتصرف كجسيمات هذا هو القانون الذي اكتشفه كومتون والذي من خلاله تمكن من تفسير بياناته التجربية أظهر أن الضوء يتصرف كجسيم قدم كونتو نتائجه النهائية للنشر في ديسمبر عام 1922 وظهرت في مايو عام 1923 بعنوان نظرية الكم لتشتت أشعة إكس بواسطة العناصر الخفيف غير هذا الاكتشاف الفهم السائل للضوء بعد هذا البحث اعترفت الأوساط الفيزيائية بأن الضوء يمكن أن يتصرف كفوتونات لها طاقة Hμ والتي توصل لها أينشتاين نظريا قبل ذلك بـ 18 عام وفي العام 1927 حصل آرثر كومتون على جائزة بنوبل لاكتشافه التأثير الذي سمي باسمه عند النظر إلى صورة مؤتمر سولفيا الخامس في عام 1927 يركز معلمنا على أينشتاين وبلانك وبور نجد كومتون يجلس خلف أينشتاين مباشرة وأمام شوردينجا يعتبر اكتشاف كومتون نقطة تحول في تاريخ الفيزياء الحديثة حيث قدم الدليل القاطع على سلوك الضوء كجسين وأكد بشكل عملي ازدواجية الموجة والجسين التي أصبحت حقيقة ثابتة والآن دعوني أخبركم بعض الشيء عن تطبيقات ظاهرة كومتون ومخاطرها لظاهرة كومتون تطبيقاتها في مجال الأحياء الإشعاعي لعلاج برضى السرطان كما وتشمل التطبيقات الأخرى لتشتت كومتون في مقياس كثافة تشتت كومتون الذي يستخدم في الكشف عن العيوب والشوائب في المواد كما أن التصوير بتشتت كومتون يستخدم في قياس الكثافة الفيزيائية للأسا ومن مخاطر تشتت كومتون هو تأثيره على زيادة الجرع الإشعاعية التي يتعرض لها المريض هذا بجانب ما يتسبب به الإلكترون الحر الذي اكتسب طاقة حركية من أشعة إكس في إتلاف الخلايا والأنسجة في داخل جسم الإنسان كما أن تشتت كومتون يؤثر على العاملين في مجال التصوير الطبي بأشعة إكس وتعتبر الأشعة المتشتتة هي العامل الأكثر تأثيراً على زيادة الجرع الإشعاعية التي تصيب العاملين في غرف التصوير وأخيراً يؤثر تشتت كومتون على جودة الصورة حيث يضيف تشويش بير مرغوب فيه مما يقلل تباين الصورة والآن عزيزي المشاهد هل تستطيع معرفة الفرق بين ظاهرة كومتون والظاهرة كهضوئية؟ اكتب رأيك في التعليقات ولا تنسى الانضمام للقناة ومشاركة الفيديو والإعجاب به وسأجيب على كل استفساراتكم من خلال التعليقات وحتى نلتقي في حلقة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته